اشار الاجتماع الرابع للجنة المالية والاقتصادية المركزية الى ان حزب شعيسيني اتخذ تطلعات الشعب الى حياة سعيدة هدفه الكفاحي منذ المؤتمر وطن الثامن عشر الحزب وان الاعمال المتعلقة بانجاز بناء مجتمع رغيد بشكل معتدل على انه انشامل حققت انجازات تاريخية واكد الاجتماع على ضرورة التركيز لقوة لكسب الانتصار الاخير لانجاز بناء مجتمع رغيد بشكل معتدل على انه انشامل نظرا لبقاء كل من سنتين على موعد التحقيق هذا الحدث وفتح المصيرة الجديدة لبناء دولة حديثة اشتراكية عن النهو الشامل لتحقيق الهداف الكفاحية لذكريين المئويتين واشار الاجتماع الى ان اجتماع العمل الاقتصاد المركزي السنوي هو وسيلة همة تقود اللجنة المركزية للحزب شعيسيني بها العمال الاقتصادية مؤكدا على ضرورة اقتنام الفرص الجديدة وتصريع تحسين الحيك الاقتصادي والاقتكاب مستواه ورفع لقدرة ابتكارية التكنولوجية وتعميق الاسلاح والانفتاح وتسريع تنمية الخضراء اضافة الى المشاركة في تغيير نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية وبثل المزيد من الجهود لدفع تنمية عالية الجودة كما اكد الاجتماع الان دراسة الروح الاجتماع العام الاقتصادي المركزي هي شرط مسبق لتطبيقها اشتركوا في القناة